اشتركوا في القناة على فهم حاجة بشكل كتير دقيق او كمان ان انت لو عايز تقدم على وظيفة وتصلح علاقة تاخد خطوة مهمة جدا ان انت تنطلق بامر الماء فاذا عندك كتير من الامور الايجابية اللي انت تكون قادر على تقدمها يوم 15-16 طب هل بعد كده الايام اللي هتكون يعني من يوم 17 لحد يوم 21 وحشين لا حلوين كتير بس انت عندك مصاريف كتيرة اوي 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 ايه يا طاقي يعني ما شاء الله ما بنحسدش بس احنا بنقول نوفر كده ونمسك ادينا شوية في المصاريف برج السور هيكون عندك حاجة ليه علاقة بمتعلقات مشتريات حاجات متطلب فيها انت الدفع كتير ده يوم يوم 17 و18 وجزء كده من يوم 19 شوية فاذا نهاري يعني يوم 19 فاذا انت عندك الفترة دي متطلب فيها دفع ومتطلب فيها مصاريف اذا ده شكل الايام بالنسبة لنا الشكل الايام بالنسبة لنا طيلة الاسبوع قد ايه رائع وايجابي ومميز كتير طب ليه الكلام ده؟ كمان كوكب اعترض موجود في برج الجدي يعني يا هنانا يا سعدنا ده منزلنا التاسع يعني في كتير من الاخبار السرة والاشياء الايجابية ونوع من انواع التقدم كتير قوي قوي هنقابله المنزل التاسع بالنسبة لنا ده منزل حظة يعني انت هتكون قادر كتير على التقدم في الشأن المهني وهيكون عندك فكرة استغلال عامل الوقت قوي يعني عايز ان انت تنطلق اكتر تتقدم اكتر تثبت نفسك اكتر تنجز اكتر المهام المهنية هتكون او هيكون كل تفكيرك في الاتجاه المهني ازاي ان انا اتقدم بشكل اوفر ازاي ان انا اتمايز بشكل احسن ازاي ان انا اكون فانت عندك ده جدا جدا يا برج الصور برج الصور بالنسبة لنا احنا عندنا الامور كمان المالية في حسابات كتيرة سواء حسابات بقى في الاتجاه المالي سواء انت صاحب مشروع فيكون عندك حسابات بتحسب لحسابات بتشوف انا هصرف ايه هدفع ايه فيه امور مالية شغلة بالك تيلة هذا الاسبوع كمان انت بنسبالك عشان الشمس موجودة في بيت المنزل التامن بنسبالك العمل يعني فيكون تفكيرك اكتر في الشأن المهني والحسابات والتطوير والتقدم والترقية وان انا عمل مشروع خاص وان انا وكتير من اصحاب برج السور هيكون عنده ان هو عنده مشروع خاص وبيشتغل في مكان اخر يعني عندك دا جدا ممكن يكون بتشتغل فيه اتجاه اخر بتشتغل فيه فيه عندك مرحلة اخرى اللي الامور المهنية فاذا دا الوضع المهني بشكل كتير قوي 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 يا برج السور برج السور والامور المالية برضو وضحتها لكم الامور بنسبالنا اللي لها علاقة شوية بالطاقة بتاعتك طاقتك لها علاقة بيه ان انا عايز انطالك عايز بقى حد قوي جدا عايز انجح كتير عايز ابقى متقدم اكتر عايز ان انا اوصل عايز ان انا اتحدى وانجح وبقى افضل حد وان انا اكسب اكتر فانت بتدار على ده كده بتحق بتدار على مكسب سواء مكسب ليه علاقة بمركز او مكسب ليه علاقة بمال بالنسبة للناس اللي بتدرس كمان هيبقى عندك انشغال قوي قوي بالدراسة انشغال قوي ان انا عايز اجيب درجة حلوة اجيب نتيجة حلوة اجيب امتيازات ما جيبش مقبول دي أو عجيب مقبول أقول لك برضو زي ما قلت لإخواتك حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا امتيازات أنا بحب الناس اللي بيجيبوا امتيازات أوشي برج السور أصلا من الناس الشطرة ما شاء الله يعني هم طبيعة أصحاب برج السور بيحبوا كتير التركيز وبيحبوا كتير النجاح فيكون عندك ده برضو أمر شاغل بالك كتير بسبب كوكب المريخ المتواجد في برج القوس اللي يخلي عندك طاقة كتير قوية ناحية أن أنا عايزة اكتهد عايزة أنجح عايزة أوصل عايزة أسلوب تحدي أسلوب تحدي في النجاح المهني والدراسي طيب وضحت لكم الأمر ده جدا هيكون بالنسبة لك كمان أنت فيه أمر ما شاغل بالك كتير عايز توصل ليه توصل لمعلومة فيه توصل لقرار فيه تعرف تتسقف من أمر ما تكتسب خبرة معينة عندك مشكلة قضائية عايز تعرف الدواخل بتاعتها عايز تنهي حاجة يعني عايز فيه حاجة قلقاك أو حاجة أنت منتظرها عايز تعرفها أو الأمر ده يخلص عشان أرتاح عشان أرتاح وروق بالي فأنت بتفكر في النقطة دي كتير جدا جدا برجل سور عايزكم تستعدوا قوي قوي برضو خلال الأسبوع ده فيه الاتجاهات المهنية بشكل عام فيه الأمور اللي ليها علاقة بالمشاغل اللي وراكم جدا حاولوا أن أنتوا تكتهدوا أكتر وتخلصوا أكتر أو تحضروا نفسكم على الحاجات الكبيرة اللي أنتوا عايزين تنجزوها للأسبوع الرابع ليه لأن الأسبوع الرابع هيكون أفضل كثير على المستوى المهني بقدر كبير جدا جدا وبتوصل فعلا لترقية وتقدم مش هنخدش في الأسبوع الرابع بس الفترة كلها أن الأسبوع التالت ما هو إلا قوة فعلية وتحضير قوي جدا نتيجته بتكون موجودة في خلال الأسبوع الرابع يعني ما تستعجلش النتائج عليك بس تسعة طيب برج السور أنت بالنسبة لك كمان الأمور العاطفية معلش الأمور العاطفية أنت بالنسبة لك لحد يوم 17 قد إيج جو رائع من يوم 18 بيحصل تراجع كوكب الزهرة في برج الجدي يعني بالنسبة لك أن فيه بعض الشوية الحظوظ المترجعة في الأمور العاطفية فعليه أن أنا أكون حذر جدا جدا في المسألة العاطفية أن أنا أبعد عن الخلافات أبعد عن الأمور الانتقادية أبعد عن الأمور اللي ليها علاقة بالجدل أبعد عن إصارة العصبية تجاه الشريك فعليه أن أنا أكون واخد بالي كويس قوي قوي أن أنا أتجنب أي مشاكل أي استفزاز أي عصبية أي انتقادية عشان الدنيا بالنسبة لي تمر بسلام أو بمأمن برج السور إذن للناس اللي هم مش مرتبطين أنتوا هتكونوا كسيرين قد إيج الجاذبية يعني قادرين أن أنتوا تجذبوا الآخرين فين أو في محل إيج بالزبط في الأمور المهنية يعني ممكن أن أنت تكون قادر على جذب الشريك بشكل كتير قوي أن أنت هتجذب الشريك لو أنت بتشتغل معاه يعني شريكك المهني أو صديقك في الوضع المهني فإذن في الوضع المهني أو الوضع الدراسي هيكون بالنسبة لك في حد معجب كتير بيبوصل لك النظرات اللي لها علاقة بالسرقة دي عارف اللي هو قوة على الخباسة يعني بيبوصل لك بشكل خبيس كده أوه أنت بتعمل إيه يا من اللذين عندك ده كتير وعندك ده كتير جدا على فكرة أنت تكون ملوك الجاذبية بقدر كبير قوي في الشأن المهني أو الدراسي بس في نفس الوقت برضو مش عايزين نشغل نفسنا أما ليه يعني عايزين برضو أن نكون مكتهدين أهو أقول لكم ليه لأن لما نيجي ندخل في علاقة أساسية أو كلام أو اتفاق هيكون عندنا أمور شوية فيها فهم خاطئ أو فيها عدم اكتمال للأمر ده فعشان ما وصلش الأمر تعجيزي في الأمور العاطفية أضوها اهتمامات في البداية اهتمامات البداية دي بتبقى حيل وعيشوا فيها شوية لأن بالفعل لما نيجي ندخل في علاقة أساسية بعد يوم 18 الوضع شوية بيبقى مش لطيف التراجع اللي بيحصل في منزل الحظ بالنسبة لك ده بيخلي عندك تراجع كمان في الأمور العاطفية يعني ممكن يحصل بعض الخلافات أو المشاكل خاصة على الشخص الآخر ده برجه إيه يعني الشخص الآخر ده مثلا لو هو برجه الجادي أو برجه ترابي زيك أو من الأبراج أو مثلا برج الدلو برضو هيبقى فيه تأثيرات كتيرة مش لطيفة خلي بالكم كتير فيه بعض الأبراج يعني مش عايزة أن احنا نقعد نحدد ونضيع الوقت هو بكافة الأشكال التعامل مع كل الأبراج علي أننا لو أنا بتعامل مع شخص على أن أنا أصبر أتقل على رزقي كده ما بقلاش أن أنا أدخل في علاقة بشكل جدي لأن الوضع بالنسبة لي ممكن يكون وضع عكسي طيب للناس اللي هم مرتبطين بالفعل أو منتظرين خطوة جدية يعني إحنا متفقين على كل حد ومنتظرين خطوة جدية هيبقى الوضع حلو قوي لو أنا متحكم في أعصابي ومتحكم في مشاعري وأحاول أن أنا أدي فرصة دايما للشخص اللي قدامي وعلى فكرة أنت كمان هتكون مطالب بالفرصة يعني أنا أي حد بيسمعني دلوقتي هو أمور طابت ببرج السور على أنه هو يدي له الفرصة لأنه هيكون فيه فترة ترتيب تنظيم تحريك انتظام في الأمور المهنية فمحتاجين كتير أن إحنا نلتقي بالأعذار لبعض يعني ندي الأعذار لبعض فخلي بالكم كتير ده شيء مطلوب جدا جدا يا برج السور في الأمور العاطفية والتعامل ما بينك أنت والشريك خاصة للناس اللي هي بتبتدي علاقة الأمور العاطفية للناس اللي هم فيه عندهم مشاكل بالفعل أو خلافات ولو الخلافات كبيرة على قد ما الخلاف كبير فبيؤدي الأمر لانفصال خلي بالكم كتير ده إمتى ده بعد يوم 18 عندي يوم 15 16 17 حلوين للتصالح أنا ممكن أقدر أن أنا أصلح علاقاتي حلو أن أنا أصلح العلاقات لكن هيجي يدخل علي يوم 18 هيبقى الوضع صراحة مش لطيف هيبقى الوضع فعلي أن أنا أكون عندي حرص جديد جدا جدا في التعامل بالنقطة دي برج السور للناس اللي هم منفصلين طب هل هيبقى عندنا رجوع الماضي ندمان عليك الماضي ندمان عليك بس خلي بالك كتير لأن انت هيبقى عندك فكرة الألق من العلاقة انت دخلت بيها بالفعل بعد انفصال أو فترة الرجوع للشخص اللي انت انفصلت عنه عندك ألق أو عندك حيرة عندك حيرة أن الشخص اللي انت مرتبط به حاليا ممكن أنه يخدعك خاصة للناس اللي هم كانوا مرتبطين بعلاقة قبل فيكون عندهم فكرة أن أنا ممكن أدخدع ممكن أدخان ممكن يتلعب بي ممكن 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 عندك حيرة وعندك قلق نفسي كتير جدا عليك انك تعمل ايه تعمل اعادة ضبط نفسه يعني تبقى ضمن حقك كده وتبقى شايف الدنيا بعيون وقعية وقعية ابعد عن الاوهام وابعد عن فكرة المقارنة بالغير اصلاك هتقارن بالشكل السلبي انه فلان اتخدع انا ممكن اتخدع فخلي بالكم كتير من النقطة دي حاولوا التقدم وبس ما تشغلوش بالكم بامور سلبية وما تشحنوش نفسكم بامور سلبية هيبقى عندك فكر ليه علاقة بيه ان انت بتشوف اللي قدامك سلبي او بتشوف اللي قدامك مش حلوة بس هيبقى ده سوق فهمة سوق فهمة هيكون عندك متواجد لان ده كوكب الزهرة المتراجع في برج الجدي بيدي التأثيرات دي يا برج السور عليك يكون حذر جدا برج السور كمان ده الوضع العاطفي اما بقى الامور بالنسبة لنا الحياتية هيكون عندك اهتمام بالنفس كتير وعندك اعدة حسابات كتير مستقبلية يعني بتفكر كتير في بقرة بتفكر كتير في مشتريات بتفكر كتير في امور مهنية بتفكر كتير في استقرار بتفكر كتير في ان انا بقرة بتاعي عايزه عامل ازاي عندك ده بتفكر به بشكل كتير قوي منشغل بالفكرة اوي 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 طبعا الفكر الحلو ان انت تفكر في بقرة بس الفكر الكتير ده امر مقلق وبيتعبك وبيجهدك نفسيا حاولوا ان انتو تفصلوا كده بعض الوقت بحبوكم كتير وستدقوني بتمنى لكم وقت سعيد بتمنى لكم وقت ممتع بتمنى انتوا تكونوا قادرين على استغلال عامل الوقت جدا جدا وتقدروا تحسبوها صح في مسألة الوقت والامور العاطفية والحاجات النصيح اللي قلناها تجنبوا فعلا الحاجات اللي احنا قلناها من النصيح باشكركم ما تنسوش لايك وشير وشيرك في قناة تفعيل الجرس